وأساسة بحثية أمريكية معنية ببحوث الدواء ونسب توزيعها أصدرت النهاردة تقريرها المعروف باسم IMS واللي كشف عن أن المضادات الحيوية بتحتل الصدارة في نسب المبيعات بشكل كبير جدا في سوق الدواء في مصر تأتي بعدها مباشرة يعني بعد المضادات الحيوية أدوية المسكنات وأن في 16 دواء مضادات حيوية ومسكنات ضمن قائمة 25 دواء الأكثر مبيعا في المرتبة الثالثة كانت أدوية المنشطات الجنسية اللي ارتفعت نسبة مبيعاتها بشكل ملحوظ بنسبة 31% أدوية الضغط وعلاج الكوليسترول جاءت في المرتبة الرابعة في المرتبة الخامسة أدوية علاج السكر وفقا للتقرير اللي حصل رأي عام على نسخة منه حجم مبيعات المنشطات الجنسية وصل لـ 25 مليون جنيه في شهر واحد